هل لو واحد حط اسم حد ظلمه على المسبح وتلب من ربنا يتصرف معاه ويهديه ده خطيئة لو لو طلب من ربنا يتصرف معاه بمعنى ان يهديه لا مش خطيئة لكن لو طلب من ربنا يتصرف معاه يعني يخد حق منه يعني بدي عليه على المسبح غير مقبولة لان الكتاب يقول صلاة الاشرار ايه مكرهة امام الرب غير مقبولة انت لORDه من ربنا يهديه ماشي كان مية في المية وحاجة كويس قوي نقول ربنا يفتح قلبه بالمحبة ماشي اتفتح ما تفتحش هو حر مسؤول عن نفسه وعن خلاص نفسه هو اللي حيتحاسب على تصرفاته وأقواله وأعماله لكن إحنا ما نعملش هاجة زي كده نقول ربنا يهديه آه صح أنا موافق لكن يتصرف معه بلاش الكلمة دي كيف يكون عندي إيمان قوي وكيف أصلي بثقة عشان يبقى عندي إيمان قوي أنا إيماني بمين بالرب يوصول المسيح اللي من أجل فيتحبه لي أخلى ذاته وأخذ شكل الأب وزوجته في النافاية كإنسان أطاعه حتى الموت موت الصريب على فشان مين علشان يبقى لذلك يكون عندي ثقة مطلقة في محبة المسيحة لي له المدن دي نمرة واحد نمرة اثنين معلمنا بولوس رسول في عبرين حشو لإيه الإيمان هو إيه الثقة بما يرجع والإيقان بأمورنا ترى لذلك يبقى عندي ثقة مطلقة في مواعيد الله لها في الكتاب المؤدس لما المسيحة لها المجد بنفسه يقول ها أنا معكم كل الأيام إيه لانقدار ده لازم أسدق الكلام ده لازم أم مقتنع به طيب حيبقى معايا وأنا حتى في الخطيئة آه وأنا في الخطيئة آه ليه بقى جبت آه دي من عندي لا قال ما جئت لأدوى أبرار رنبل خطاء إلى التوبة فهو جاي أصلا عشان خطاء لأولهم أنا فهو جاي عشان إذا كنا حاسين أننا خطاء هو جاي عشان فمش هيتركنا يقول لأهم لك ولا أتركك تشدد وتشجع يبقى لازم يكون عند ثقة مطلقة في مواعيد الله لنا في كلام مثل المسيح لنا علشان يبقى أحنا مطمئنين مش مية في المية لا إيمان مطلق في عمق حبه لنا وطول أناته علينا وستره علينا وهنأخذ دليل عملي صاحبة السؤال أو صاحب السؤال طيب ما إحنا عايشين لغاية دلوقتي في غيرنا ماتوا غير نفس أبونا ومشوا بدون سابق موعد صح أو لا قدام عينينا كتير فجأة كده تلاقي لواحد نمى أمشي يديكم الصحة وتورطة العمر فكن ربنا يدينا عمر لغاية اللحظة دي ده علامة حب جديدة لنا لابقى لما نصلي له نصليه بهذه السقة ثقة في محبته لينا إنه من الثلاثة إن إحنا متأكدين بما لادع مجال الشك إن المسئلة المجد أبونا السماوي هو قادر على كل شيء صح أو لا صح أيوة كده استرسلين كلمة تقولوها للرب يا زوج قادر على كل شيء ده أول من عذر بعد ما نتن بربعة أيام بكلمة أمر لعذر هلوم خارجا في خارج الماء قال للموج والريح كلمتين أمر اسكت إبكم فصار هدوء عظيم حتى التلاميذ خافوا قالوا من هذا الذي حتى الهواء والبحر يتعانوا هو القادر على كل شيء طيب مدام أبويا وحبيبي اللي مات بدالي واحتمل كل ده العرضة علشاني وقادر على كل شيء يبقى أنا أشيل هم ليه أشيل هم ليه كده يتكون عندي إيمان إلى جوار بقى إن أنا أدعم هذا الإيمان بإيه بصلاة المخدعة المستمرة بيهضوري كلمة ربنا زي كده اجتماع إزوعي زي ده حلو إننا ناخد قوة دفع كده في الإيمان نسمع مجزات واختبارات روحية تجينا قوة إيمان أكتر واختبارات حية للناس مننا ونضبط على الكنيسة والاعتراف والتناول ونضبط على كلمة ربنا في البيت وفي الهنا تفسير كلمة ربنا أقول ترانيم أقول ألحان سوم الصلاة والعبادة وبيت ربنا والكتاب المؤدس والتناول والاعتراف والحضوري الكتماعات زي كده بتديني قوة إيمان بتزود إيماني أول بول باخد جرعة روحية باستمرار إيماني فيها بيتوتط وتمكّن أكتر من حياتي ومن قلبي ومن فكري أظنني كده كفاية طيب كيف أصلي بثقة في الاستجابة المسيحة للمجد قال كلمة تديك الثقة في الاستجابة تدينا كلنا قال إيه قال إذا فيه أي أب فيكم لو ابنه طلب منه خبز يدي له حجر لا طبعا ولو أي أب فيكم ابنه طلب منه سمكة يدي له حية لا فقال فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون عن طلع أبنائكم عطايا جيدة فكان بالحال أبوكم الذي في السموات كيف كيف لا يهب خيرات للذين يحبونه يحبونه نحب ربنا خلاص نطلب بثقة يقينية أنه سيستجيب طب تقولي أنا بطل من ربنا وبيستجيبش لي دعب يستجيب بس مش دلوقتي مش ضروري أتوانس يعني مش ضروري في وقتها ممكن نستانى شوية شويتين ثلاثة وعندنا أمثلة في كتاب مؤدس في أكتر من زكريا وقالي سبط البرين اللي شاهد عنهم من كتاب قالوا كان أبريني وساليكيني في جميع وصاربوا أحكاموا بللوم وطلبوا يا ربنا يديهم معي زي ما بيدي كل الناس ما دلهمش هل كده ما استجابش لسراتهم استجاب إيه الدليل بعد ما كبروا في السرن بقاش يعدون كدر على الإنجاب يبعث ربنا ملاكه لزكريا كانوا على يمين مسبح البخور وقال له زكريا سلواتك وتبرتك قبلة أمام الله قال له يعني ربنا سمع واستجاب قال له أنهي سلوات قال له امراتك قال لي سباب قال لا ازداد ده أنا ملاك الراب شك في كلامي تكون صامت لا تتكلم يا كواب لغاية ما شوف بعينيه حملت ألسابات وجابت مين أعظم أعظم والد النساء حنو محمدان طبعا ولد بمليون مليون ملايين بشر راجل ملايين لرجال فإذا الله يستجيب بس في الوقت اللي هو شايفه مناسب هو لكن في سلوات الله بيستجيبها في الحال ما بتأخرش في الحال وحشوفوا النهاردة شوية مواجزات رائعة جدا بدايكم ربنا بيستجيب ازاي بتأخرش عن ولاده اللي تقولوا ما كوني الحاجة مش مستحملة أخير